فاجعة جديدة تطل برأسها لتطرح ذات الأسئلة عن مستشفيات العراق التي تحولت إلى محارق لمرتاديها وعن نظام صحي لم يعد عاجزا عن إنقاذ الناس فحسب بل تحول إلى أداة قتل تعبت بأرواحهم ومصائرهم سلسلة حوادث حرائق المستشفيات التي تكررت مرارا وآخرها ما جرى ليلة الاثنين في الناصرية سحبت الأضواء من كل المآسي التي يعيشها العراق لتذكر بأولئك المستغيثين من الرمضاء بالنار الهاربين من تداعيات وباء كورونا ليلقوا حتفهم تحت نظام صحي يترنح بفعل الفساد وعدم الاكتراف بأرواح الأبدياء فبعد أن كان يشار إليه بالبنان تحول النظام الصحي في العراق إلى واحد من أسوأ الأنظمة الصحية في العالم وأكثرها تهاويا نتيجة الصراعات والحروب والاضطرابات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد قبل أن يقضي الفساد على ما تبقى من هذا النظام المتهالك عشرات المستشفيات العامة والخاصة تحولت عبر سنوات من الإهمال وسوء الإدارة إلى منافذ للموت تعاني أغلبها من عدم توفر أطباء الاختصاص وشح الأدوية والمستزمات الطبية ناهيك عن الاتجار بالأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية من قبل متنفذين في القطاع الصحي فضلا عما أضافته ظاهرة الموظفين الوهميين من مخاطر وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحكومات في العراق أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا فبينما تكشف الموازنات السنوية عن عدم إعطاء أي أولوية لنظام الصحي المنهار يؤكد نواب في لجنة الصحة النيابية هدر أكثر من خمسين بالمئة من الأموال التي خصصت لبناء مستشفيات في العراق وكحال باقي قطاعات الحياة تراجع النظام الصحي عقودا إلى الوراء وتكرار الفواجع التي تكون المستشفيات مسرحا لها يبدو أنه سيستمر في ظل نظام سياسي فاسد لا تهمه أرواح الشعب يلجأ كل مرة إلى ذر الرماد في العيون عبر لجان تحقيق لا تعالج أساس المشكلة وتفشل حتى في تبريرها